يعد تياري الأجنبية الوحيدة الذي فاز بلقب بطل العالم في صناعة البيتزا في بطولة تقام كل عام في العاصمة الإيطالية روما ومن شروط الفوز بهذه المسابقة أن تكون البيتزا مميزة من حيث العجين الذي يستعمل والمكونات وكذلك الشكل تياري الفرنسي من أصول إيطالية أحب البيتزا منذ صغره وأراد دائما أن يجعل من القرص المدور كما يسميه أسطورة في عالم الطهي إذ قام مؤخرا بطرح دقيق فريدا في نوعه لطهي البيتزا فجودة البيتزا تعتمد على نوع العجين الذي يستخدم في طهيها حسب رأي هذا الفائز بكأس العالم في صناعة البيتزا اليوم نحن نأتي بطرحة فارين التي ترميها ثلاثة كوب من العالم في روم من إيطاليا ويوجد هذه فارين أنها أعلى جدا البطرات جدا كراكة مويلة ويوجد كثيرا ويوجد تعمل مع لفن تدرساني التي تتعب في الفارين يقضي تياري معظم وقته في طرح وصفات جديدة وغريبة في عالم البيتزا إذ قدم مؤخرا بيتزا حلوة المضاق لقد فازت ياري بلقب بطر العالم في طهي البيتزا ثلاث مرات على التوالي في الأعوام 2011، 2012 و2013 وهو يعمل جدا ويطمح إلى نيل هذا اللقب للمرة الرابعة أي هذا العام 2014 ليت بزاري العربية باريس